اهلا بكم يتعرض المجتمع في العراق لا سيما شريحة الشباب منه إلى حرب نفسية خطيرة وهي ربما الأشد خطورة في تاريخ العراق الحديث لبث روح اليأس والإحباط من كل شيء وإشاعة ثقافة التحريض والتشكيك بين مكونات المجتمع الواحد فالهزيمة النفسية هي اليأس من كل إمكانية للإصلاح أو عمل إيجابي وهي حرب مبرمجة وموجهة ضد الإنسان العراقي ونفسيته وعقله منذ 15 سنة للسيطرة على إرادته وترويضه وإجباره على قبول الواقع الحالي الحرب النفسية التي تستهدف الإنسان العراقي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية ما هي ملامح الحرب النفسية التي يتم الحديث عنها في العراق ومن هي الجهات التي تقوم بهذه الحرب التي تستهدف شرائح المجتمع العراقي كلها ثم أليست حالة الإحباط واليأس التي تعتري المجتمع العراقي الآن هي نتيجة ترد الأوضاع العامة وليست حربا نفسية مبرمجة كما يشاء وهل ثمت أمل في استعارة المجتمع العراقي وعيه وتوازنه لنفض غبار هذه الحرب الشعواء المستمرة منذ العام 2003 ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد السلام الطائي لم تتوقف أثر الغزو الأمريكي للعراق على تدمير الدولة ومؤسساتها بل ساهم في تدمير روح إعادة بناء هذه المؤسسات عند الشعب العراقي إنها ثقافة الهزيمة التي حاول الغزاة إشاعتها في صفوف المجتمع العراقي ثقافة يضمن من خلالها الاحتلال إطالة أمده لعقود طويلة تبدأ من الآباء الذين عايشوا ظروف الغزو وتمتدوا إلى أبنائهم وذلك عبر استعمار العقول وتطويقها بشبح الاحتلال حتى يصل المجتمع إلى درجة اليأس من الخلاص والاستسلام للواقع الذي هندسه الاحتلال فما عدا حركات المقاومة التي قابلها الاحتلال بكل وحشية سادت بين أوساط المجتمع العراقي ثقافة الرضا بالأمر الواقع والتعايش مع حالة الفقر وترد الأوضاع الاقتصادية والخدمية وترك مصير الدولة بيد حكامه الجدد يعبثون به ويسيرونه بما يوافق أهواءهم ومطامعهم ومصالحهم الحزبية الضيقة ملامح الهزيمة النفسية السوداء ظهرت على شكل كساد شبابي استسلم لحالة البطالة والجهل والفقر واتخذ من ارتياد المقاهي طريقا للهروب من واقعه المر فوقع الكثير من الشباب ضحية للمخدرات وتحول إلى صيد ثمين لتجار الحروب عن طريق تجنيده في صفوف الميليشيات المسلحة التي تنفذ أجندات الأحزاب السياسية ومن ورائها مطامع الدول الخارجية وعلى رأسها إيران وأمريكا أخطر ما في الأمر هو تمكن الغزو الأمريكي من دق أسافين العداء بين فئات المجتمع العراقي وحرفه عن بوصلة مقاومة الاحتلال عبر خلق حروب داخلية بدعوى الانتصار للمظلومية الطائفية فيما تسير الدولة إلى مزيد من الانهيار أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في الحرب النفسية التي تستهدف المجتمع العراقي عقلا ونفسية ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين سيكون معنا من العاصمة الفلندية هلسنكي أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي عبر الهاتف مرحبا مع الضيوف الكرام لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور ثمت حديث عن حرب نفسية تستهدف المجتمع العراقي الإنسان العراقي تستهدف عقله تستهدف نفسيته وجدانه تشن على المجتمع منذ عام 2003 إلى اليوم لترسيخ أو إشاعة أو بث حالة اليأس والقنوط والنظر بظلامية وسوداوية إلى الحاضر والمستقبل فعلا هناك حرب نفسية أم أن القضية ربما فيها مبالغة بسم الله الرحمن الرحيم بداية أستاذ ماجد علينا أن نقول أنه يعني ليس غريبا أو مفاجئا يعني تعرض أي شعب تعرض أي فرد أو أي مجتمع أو أي شعب أي وطن تعرض إلى انكسار أو هزيمة أو وضع شاذ هذا طبيعي وغالبية دول العالم نعم يعني خلال حقب تاريخية كثيرة تعرضت لمثل هذه الحالات يعني هذه تأتي بالتوازي مع الحرب العسكرية مع حروب أخرى نعم نعم فربما بسبب مشاكل كثيرة ومنها الحروب قد تتعرض إلى انكسارات قد تعرضها من الفرد إلى المجتمع إلى الوطن كله قد يتعرضون لكن هذه لا تشكل يعني مشكلة كبيرة لكن يمكن اعتبارها مشكلة كبيرة وكبيرة جدا عندما تستمر هذه الحالة عندما تكون ظاهرة مستمرة وعندما تكون نمط حياة هذا ما يحصل في العراق في العراق من عام 2003 لحد الآن العراق تعرض إلى انكسارة كبيرة بسبب الاحتلال وهذه أثرت على نفسية المواطنة على العقلية على التوجهة على قدرتها على التفكير الغالبية يعني بغض النظر عن فئات معينة مجاميع معينة من العراقين استوعبت هذه الحالة واستطاعت أن تتعامل معها بعقلية عالية وامتصتها واستطاعت أن تتصرف معها وأن ترد عليها بقوة والمقاومة خير ودليل على هذا الموضوع لكن كثير من فئات الشعب تعاملت مع هذه القضية باستسلام بيئس وطوال 16 سنة كانت هذه الهزيمة جزء من نمط حياة أرادت الفئة السياسية والطبق السياسي أن ترسخها بالطريقة التالية إنها هي التي هذا ما كانت تشيعه وما زالت تشيعه إنها هي الطبقة التي تملك السلطة وتملك القوة وهي الطبقة التي تملك مفاتيح الحلول وهذا بحد ذاته يجعل المواطن وكثير من المواطنين أن هذه الطبقة هي التي تمتلك مفاتيح الحلول وليس غيرها والعالم الخارجي بالذات الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الغرب دائماً ما يتحدثون عن حكومة يتحدثون عن سلطة وديمقراطية وقادرة على الحلول ويساندونها بالطريقة هذا جعل المواطن مع حديث هذه الطبقة السياسية أنها تمتلك هي وحدة تمتلك مفاتيح الحلول يجعله يأس يأس حالة من اليأس أو حالة من القنوط أو على الأقل حالة من الحياد مع كثر المشاكل نعم هناك مشاكل هناك مصائب كبيرة هناك كارثة التعاظم المواطني لاحظها يواجه هذه الكارثة بطرق خاصة بطرقة التظاهر بطريقة رفع السلاح الاعتصامات غيرها واجهها بأساليب كثيرة لكن كانت السلطة ترد عليه هذه السلطة الغاشمة ترد عليه هذه اللي تدعي أنها تمتلك مفاتيح الحلول ترد عليه بالسلاح وبالقتل وبالاعتقال وبالتنكيل وترد بوسائل سياسية وإعلامية أنه ليس من حقك أن تفعل هذا مع بلد ديمقراطي مع حزاب ديمقراطية مع قوى ديمقراطية تتفهم ظروفك وهي القادرة على أن تحل ظروفك وانتظر الحلول فبالتالي هناك حالة واضحة جدا من زيادة هذه الأزيمة أو ترسيخ هذه الأزيمة وجزء من ترسيخ هذه الأزيمة في نفس المواطن أن هذا الوضع الناشئ من عام 2003 لحد الآن لم يتغير عندما تنظر إلى الصورة يعني هم يتحدثون دائما أنه نحن لا نريد أن نعود إلى المربع الأول نعم والمربع الأول يعنون بسنة الأولى للاحتلال بدايات الاحتلال هناك فوضى سياسية فوضى أمنية فوضى اقتصادية الحقيقة أنه هذا المربع الأول ما زاله هو الحاكم في العراق ما زال العراق يعيش في المربع الأول لم ينتقل إلى مربعنا آخر أو أن حالة الاعتراض حالة الحراك حالة الرفض ستقودنا إلى المجهول نعم وهذا تخويف نعم هذا جزء من نحن لم يملك المفاتيح الحلول فلذلك لا تعترضوا علينا انتظروا ولا تعيدونا إلى المربع الأول نعم والحقيقة أن المواطن يعرف أنه بالمربع الأول ما زال لأنه في حالة فوضى سياسية في حالة فوضى اقتصادية وفوضى مجتمعية ما زال ما زال السلاح منتشر بكل الأياد وربما المربع الأول أفضل من هذا المربع الموجود حاليا ربما كانت ما يكن مشاكل مجتمعية على الأقل كانت الطائفية لم تظهر بهذه الطريقة الآن بهذه الطريقة الفجة الأحزاب الطائفية بدأت تتحدث بلسان واضح بطائفيتها وتقسم المجتمع وتقسيماته لم يكن هناك مجاميع كبيرة من المهجرين كان المجتمع ميليشيات لم تكن بهذا العدد نعم دكتور يذكرني الآن ميليشيات الآن يعني ما يسمى يعني أكثر من 65 ميليشية الآن منتظمة في قوات أمنية نعم ويدعون أنها جزء من القوات الأمنية نعم فصارت جزء من الدولة صارت الميليشيات هي الحاكمة بهذه الطريقة هذه كلها لم تكن موجودة فبالتالي هذا جزء من إشاعة أن روح الهزيمة وروح الهزيمة يجب أن تبقى لأنه استمرار الوضع بالخراب وهذه الميليشيات دكتور أيضاً أداة للتخويف والترهيب وهذا أيضاً من عوامل يعني الهزيمة النفسية إذا صح التوصيل بالذات نعم نعم هذه هذه حقيقة جزء من الحقيقة لأنه هي الراعية لهذا الوضع أن يستمر هذا الوضع كما هو عليه أن تستمر هذه الأحزاب تنهب والفساد مستشري وإرادة البلد مرهونة إلى الخارج إقليمياً ودولياً بالطريقة التي يدعونا فبالتالي الهزيمة مستمرة نعم نتحدث عن تأثيرات أو آثار هذه الحرب النفسية وعن أيضاً الجهات التي تقوم بها وكيف تركت طبعاً آثارها على المجتمع خلال 15 سنة الماضية دكتور عبد الحميذ العاني ذكر دكتور رافع أن الحرب النفسية بدأت منذ عام 2003 ربما شريحة أو شرائح من المجتمع جابهتها ذكر المقاومة وذكر أيضاً أن شرائح أخر ربما لم تكن استجابت لم تكن هناك حصانة كافية لمجابهة هذه الحرب النفسية هل القضية متعلقة بحصانة هذه الشرائح التي لم تستطع أن تجاب هذه الحرب النفسية أم أن الحرب النفسية كانت أكثر قسوة وضراوة عليها نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني بداية نحن نعلم أن هذه الحرب أو أي حرب عسكرية سياسية ترافقها أو تكون معها أدوات كثيرة لتنفيذ هذه المشاريع وكما ذكرتم قبل قليل أن هذه الحرب النفسية هي جزء من الاحتلال أو هي مساندة ومؤيدة ومسهلة لقضية الاحتلال العسكري ولذا رأينا أنها حتى قبل الاحتلال مورسة هذه الحرب النفسية على الشعب العراقي تمهيداً لجعل فئاتنا كثيرة منه لتقبله هنا نتحدث أو نسأل من المسؤول عن إشاعة الثقافة بأي ألوانها بكل جوانبها إيجابية أو سلبية هناك عدة وسائل وأدوات لتنفيذ هذه الثقافة أدى المدارس والإعلام ويعني أهمها المدارس الدراسة والإعلام ثم أيضاً الخطاب الديني لأنه شعبنا العراقي هو شعب متدين في غير بيئتي هنا رأينا أنه الاحتلال الأمريكي وأدواته قد مارس الضغوط على هذا أو التحكم بهذه الأدوات لتنفيذ هذا المشروع أو لتنفيذ هذه الحرب النفسية ضد أبناء الشعب العراقي بكل جوانبه فمورست هذه الحرب عليهم لإشاعة هذه الثقافة ثقافة اليأس والإحباط حتى يبقى هذا الشعب رهينة لهذه الحكومة لهذا المشروع لأنه نحن تقرر عندنا في حلقات سابقة عديدة في هذا البرنامج طاولة حوار أن المشروع الأمريكي ومتخادما معه المشروع الإيراني هما يريدان من العراق تدمير العراق أولا واستمرارية الصراع فيه فلذلك أي أداة أو أي وسيلة تحقق هذا المفهوم هم يسعون إليها فكانت هذه الحرب النفسية والحكومات هي خير من يساعدهم لاستمرار هذا الوضع لجعل العراقيين حتى لا يؤدوا أو لا يقوموا بأي تغريب هنا نأسأل هل الحصانة مهمة؟ نعم طبعا الخلفية الثقافية هنا لها دور كبير في تلقي هذا المتغيرات الجديدة أو التصدي لها وعدم الإنسياق معها الشعب العراقي فئات عديدة وحتى الفئات المتعلمة طريقة التعلم عندها وخلفية الثقافية وخلفية الدينية والقومية والطائفية لعب الدور في هذا الأمر لأنه حينما يكون هناك فئة من المجتمع أي مجموعة من الناس تكون منقادة لفكرة أن هناك تريد تحقيق هدف وأن هذا الهدف يعني التغيير الذي هكذا أشيع أن العراقيين يعيشون في حالة من الظلم والظلام والقهار فلا يكون هناك وسيلة لتغيير ذلك إلا عبل هذا الطريق طريق الاحتلال الأمريكي الذي سيكون هو الأمل المنشود لذا هذا التغيير الثقافية السابقة عن الحرب النفسية تكون ممهدة لتقبل أي أفكار أخرى جديدة لذا رأينا إن عكس بعد الاحتلال 2003 أن فئات من الشعب العراقي التي كانت خلفيتهم الثقافية لا تنساق وراء هذه الفكرة لا الطائفية ولا القومية ولا الفئوية ولا الحزبية رأيناها قد تصدت لهذا المفهوم ولم تنسق معه أما الجهات الأخرى التي هي كانت متلقية لثقافة الطائفة الصغيرة قومية أو طائفية أو بذيبية أو دينية أو غيرها استطاعت بسهولة السيطرة استطاع الاحتلال وأصحاب الحرب النفسية السيطرة على هؤلاء وأن يجعلوا منهم أداة من أدوات هذه الحرب والإنسياق معها على ذكر الجزء من أهداف الحرب النفسية هو التوطي أو التمهيد الاجتماعي لأهداف سياسية وعسكرية تتعلق بالاحتلال ومشروع السياسي دكتور عبدالسلام الطائي في هلسنكي أولا مرحبا بك معنا برأيك ما هي أبرز الشرائح الاجتماعية التي استهدفتها وتستهدفها هذه الحرب النفسية التي تشيع أو تريد أن تشيع حالة الإحباط أو القنوط وكما ذكر الدكتور عبدالحميد العاني هي التمهيد لمشروع الاحتلال سياسيا الأهداف الاجتماعية مع أبرز شريحة مستهدفة من هذه الحرب أولا شكرا للاستضافتكم أستاذ ماجد أهلا وسهلا والسلام إلى ضيفيك الكلمين صرف عبدالحميد العاني الهزيمة حالة شعورية تلوكية تؤدي إلى صداد فكر وعقل الإنسان فتجعله يشعر بلا أهمية ولا قيمة له يشعر المهزوم بفقدان الهوية وضياء المعلى الحقيقي من الوجود عقدة الهزيمة لإيران بالقادسية الثانية حاولت إسقاطها بعد 2003 على الشعب العراقي وعلى المواصل العراقي إبن خلدون يفسر الهزيمة النفسية بسلب الإرادة التي تؤدي إلى سيادة عقيدة الإنقياد ثم التسليم اللامشروط للولي صاحب السلطان والدولة تزام ثقافة الهزيمة مع ثقافة الفساد المالي لصناعة ثقافة الموت والتجهيد والترويع والتجويع هو هدف بعيد المدى هدفها أيضا تشويه وتدمير جهاز المناعة الديني الحقيقي للتمهيد إلى طاعة السياسيين ورجال الدين المستبدين هدفها خلق الشخصية الدونية التي تقبل تقبيل ومسح الأقدام كما شاهدناها هدفها القضاء على الشعوب المسؤولية وشيوع مبدأان شعلية هدفها قلب منظومة القيم الوطنية والثقافية وذلك لنشر ثقافة التخوين والتكفير لإيصال المجتمع والأفراد إلى حالة يصدق ويتسيد فيها الكاذب ويكلف فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها التافهون في ضد هذه الحالة لا يصبح للوجود قيمة حقيقية لذلك حالات الانتحار هناك جراسة عدتها وزارة الصحة ووزارة الداخلية عام 2015-2017 عن حالات الانتحار جمعت بياناتها من مراكز الشرطة ظهر من هذه البيانات عام 2015 فقط 290 حالة انتحار وعام 2016 457 حالة انتحار أغلب حالات الانتحار كانت في بغداد البصرة الناصرية طبعا لم تشمل الدراسة الأنبار والموصل ومناطق الحق الذات كما أن ثقافة الموت بالقوارب السرية للهجرة الخارجية كباهرة جديدة ما هي إلا مؤشر على رض الشباب والمجتمع لسياسة الدولة وصلفة رجال الدين الإيراني من كل المذهبين ومن جميع الأديان وشكرا أشكرك دكتور دكتور رافع الفلاح يعني هذه الحرب النفسية أيضا هل تمت علاقة بينما تعرض له المجتمع من تهجير وإبقاء المهجرين في الخيام في هذا الوضع البائس والمزري هل هذه أيضا جزء من عملية الحرب النفسية التي تستهدف المجتمع عبره كما ذكر دكتور عبد السلام بهدف تجويعه ترويعه تشريده أيضا قلعة من أماكن سكنه من بيته هل هذه أيضا جزء من الحرب النفسية أم أن القضية نتائج عرضية لحرب شعواء كانت تجي في العراق لا أستاذ ماجد المالي يعني الحقيقة هي جزء من هذه الحرب جزء من أحباط المواطن من جعله يقتنى يرضى بالهزيمة في الحديث بفلسفة الهزيمة والنصر هناك معايير عندما تتحدث عن النصر والهزيمة بفلسفتها ستجد أن هناك معايير لها عندما تكون هذه التصرفات حاضرة هذا جزء من تأسيس القبول بالهزيمة الإذعان للهزيمة وهنا المشكلة هي الكبيرة يعني عندما تكون هكذا لنشرحها عندما تكون هناك عملية سياسية وأحزاب في السلطة طائفية تهجر الناس تقتلهم لديها ميليشيات تسرق فاسدة مخربة عملية سياسية أنهكت البلد سرقت أمواله سرقت قفلة حاضرة ومستقبله والعالم كله يشهد بهذه وكل التقارير الدولية يعني العراق بعد 16 سنة الآن في آخر تقارير للشفافية هو رقم 13 في أكثر البلدان فساداً هذه مع مجاملة يعني ربما جاملوا العراق كثيراً لأنه عندما تقرأ الدول التي بعد العراق ليست دول يعني أسماء غريبة عجيبة ليست دول يعني ما بها حتى مقومات دولة مادية ما بيها لكن العراق ضمن هذه الدول ضمن الدول على الأقل العشرين الأكثر فسادة في العالم من بين كل الدول العالمي اللي أكثر من 190 دولة العراق من ضمن الدول العشرين لأكثر فسادة في العالم الأكثر تخلفاً أكثر وموية الجامعات العراقية كل التعليم العراقي خارج قوائم التقييم العالمية لأنه لا تعليمه في العراق فبالتالي أنت لديك أربع ملايين أو خمس ملايين وصل العدد في فترة من الفترات إلى ست ملايين نازح هذه جزء من ثقافة بث روح الهزيمة في الناس الناس غير قادرة أن تفعل شيئاً هذه جزء من فلسفة خلق حالة الهزيمة الدائمة قدر هذه الهزيمة قدر يجب أن تقبلوا به وهذا قدركم بالحياة هذا الذي كان وهذا الذي يجري من عام 2003 لحد الآن كل دول العالم تعترف بهذه العملية السياسية رغم فسادها رغم كل القوائم هذه نتحدث عنه رغم التهجير رغم القتل رغم المعتقلين رغم التغييب رغم خمس ملايين عراقي من خيرة العراقين والكفاءات خارج العراق أربو لكن كل العالم يعترف بهذه الحكومة وبهذه العملية السياسية أن هذه العملية السياسية مثل ما تقول أمريكا يعني هي اللي أكبر دولة بالعالم أنه هذا لا بديل عن هذه العملية السياسية حدثني بأي شيء لا تحدثني بالعملية السياسية يجب أن تبقى لن هي اللي إسستها فبالتالي هذه القضية تشيع لدى المواطن بقوى خارجية وقوى داخلية تشيع لدى المواطن اليأس والقبول بالهزيمة القبول بهذه العملية السياسية اللي هي مخربة وفاسدة وتخرب البلد ولا تقدم شيئا إذن أنت تقبل بوضع الهزيمة بحالة الهزيمة تقبل بها سنتحدث أيضا عن النجاحات التي حققت من هذه الحرب ضد المجتمع العراقي على الأقل لحد الآن إذا كانت هناك من نجاحات لهذه الحرب لكن مضطرين أن نتوقف عنده فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة لتحدث عن الحرب النفسية التي تشن على المجتمع العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في الحرب النفسية التي يتعرض لها المجتمع في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي دكتور عبد الحميد العاني معنا من العاصمة الفلندية السنكي أستاذ علم الاجتماعي دكتور عبد الحميد العاني ذكرت جزء من أدوات هذه الحرب النفسية هناك أدوات سياسية خطاب سياسي وهناك أيضا الأدوات الإعلامية خطاب إعلامي وربما أيضا حتى تربوي وأيضا الخطاب الديني كيف ساهم هذا الخطاب الديني في إشاعة روح الهزيمة النفسية في نفوس المجتمع العراقي عبر تخويفه أو تثبيطه من أن الاحتلال عاملوه كضيوف من أن أمريكا قوة عظيمة لا نستطيع مجابهتها لا نقوى لا طاقة لنا بمجابهتها أن هذه المقاومة لصد الاحتلال هو إرهاب ولا يجوز لكم أن تنخرطوا فيه أو تقتربوا هذا الخطاب الديني كيف كان دوره نعم جميل الخطاب الديني في المجتمع العراقي باعتباره شعب متدين له تأثير كبير جدا لدى الناس وكما استطاع الاحتلال شراء كثير من النفوس من السياسيين والعسكريين وغيرهم فهو قد استطاع أيضا شراء ذمم كثير من أصحابي القطاب الديني ممن يسمون يعني أئمة وخطباء ومراجع يعني كثير منهم وهذا باعتراف الاحتلال الأمريكي في مذكراته وفي خطاباته وباعتراف أيضا أجزاء من هذه المنظومة السياسية الذين تحدثوا عن ذلك التاريخ فرأينا في تلك الفترة قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال كثير من هؤلاء الأدوات الدينية أصحابي الخطاب الديني كانوا يحثون الشعب العراقي ضد المطلوب منهم وضد الواجب وكانوا يثبتونهم وكانوا جزءا من هذه صناعة هذه الهزيمة فبول الاحتلال قبول به ضيف أو حتى بأنه قبول به كمنقذ وحيد من حالة الظلم الذي عاشها هؤلاء الناس طيلة السنوات الماضية بل حتى طبعا هذا لا نتحدث نحن عن طائفة معين من كل الطواف نعم ربما هذه الطائفة خطابها أكثر عدد رجالها أكثر تلك لكن حقيقة كل من اشترك بالعملية السياسية وقبل بها وقبل بالاحتلال حتى قبل وصوله قد ساهم وشارك في هذا الخطاب الديني وغيره من الخطابات بل حاولوا أيضا وكان هذا جزءا أيضا فيما بعد في حربهم هؤلاء جبيعا ضد الخطاب أو ضد الأشخاص أو أصحاب الخطاب الديني المعتدل أو الصحيح الذي كان يساهم في توعية أبناء الشعب العراقي وتثقيفه بالثقافة الواجبة والثقافة الصحيحة فرأينا هناك حربا ضد هؤلاء فكان هناك التقتيل والتهجير طبعا تهمة الإرهاب واضحة هذه وبسببها اعتقل العديد من الناس ورأينا كيف أن تلك الفترة الماضية كانت احتلافتت أربع إرهاب اعتقل العديد من الناس ومن ضمنهم أصحاب الخطاب الديني الذين يحاولون تصحيح المفاهيم لدى أبناء الشعب العراقي وطورد من طورد وهجر من هجر وشوها من شوها بل حتى أيضا رأينا في طيلة السنوات الماضية استطاعوا أيضا أن يشتروا طبعا قضية الشراء لم تكن فقط لمرحلة ما قبل الاحتلال أو في بدايته بل إننا نرى أن عملية الشراء الذمم مستمرة إلى الآن وفي بين الفترة والأخرى نرى من يظهر من أصحاب الخطاب الديني من يشارك ويركب هذا القطار خطار الاحتلال وخطابه التثبيط وصناعة الهزيمة وقبول بهذا الواقع الموجود وعدم اللجوء إلى الإصلاح أو التغيير وهذا أيضا جزء أيضا من هذه الحرب أنه تشويه يعني حينما يستطيعون شراء ذمة هذا الرجل أو ذاك إنهم يقومون بصناعة تسقيط للرموز الدينية حتى لا يكون هناك قناعة أو قبول لدى الناس بأي خطاب أو أي شخصية أخرى ربما تشارك أو تساهم في تغيير هذا الخطاب أو تعديله أو تصحيح المسار لدى أبناء الشعب العراقي نعم دكتور عبد السلام طيب يعني بعد خمسطع السنة من هذه ما يسمى الحرب النفسية على المجتمع في العراق إلى أي حد تعتقد أن هذه الحرب النفسية بلغت أهدافها بلغت جزء من أهدافها حققت جزء من أهدافها ولذلك هذه الآثار نتائج هذه الحرب من الممكن أن تؤشر أو تلاحظ على المجتمع في العراق الحقيقة أستاذ ماجد لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير الساكوريج لصور الحرب النفسية كان لابد من تبكيك وععادة تبكيب مؤسسات الدولة الرسمية أي الوزارات وتبكيك مؤسسات الوجتمع المدني غير الرسمي أي الدين والقوانين والثقافة الجامعة الهوية الوطنية نجي معاً ذلك شيوع حالات لامعيارية أنا أسمعك جيداً نجي معاً ذلك أنا أستطيع أن تبكيك شيوع حالة من اللامعيارية في القوانين انتشار المخدرات انهيار التعليم الخدمات البطالة الترمول النزوح العزوف على الزواج وضعها من هذه الحالات والأكثر بذلك شيوع حالات الدعارة وأحد الصحفيين السويديين قبل سنتين أو ثلاث اكتشفوا موقعاً قرب المنطقة الخضراء أو في المنطقة الخضراء قرب مباني الحكومة وحددوه بالخارطة هو مقار ووكر للمخدرات والدعارة هذه الصور التي استخدمت كلها هو لغرض تحطيم الشباب العراقي المجتمع العراقي الحرب النفسية الحقيقة تأثيرها على المجتمع العراقي كلنا يتذكر يعني الجهات الدولية التي قامت الحرب النفسية ضد الشعب العراقي لكن الشعب الجيش العراقي خرج متصراً خلال الثمانس سنوات الحاجسية الثانية لذلك إيران تحاول الآن أن تحقق أو تنتقم من الهجيمة التي منيت فيها لتعكسها بحرب نفسية على الشباب العراقي لغرض إبعاثه العراق الثاق كالطائر العراق والعراق كالطائر العراق يمرض ولا يموت قدر الشعوب المتحضرة والحيئة مثل ألمانيا أيضاً تعرضت إلى التصار وأعطت ضقايا على مليون الصين أعطت 24 مليون واليابان أعطت 25 مليون ألمانيا لا تتاتف تعويضات على مدى 60 عاماً لكنها نهبت وتطورت فالعراق اليوم يتعرض لنفس ما تعرضته تلك الدول التي أصبحت في مصار الدول المتطورة ولنا أيضاً تجربة ماليزيا لمهاتير محمد نموذجاً أخرى للنهوض بالعراق وشحفه من الشباب ماليزيا كبلد متعدد العراق متعدد الديانات وتعرض لحرب أهلية ثم نهبت نهبت لم ينهب بالكتاوي التكفيرية ولم ينهب بتكفيه الدين وإنما نهبت بالعقلانية وبالخطاب الديني المحتجل فلوسة القول الهزيمة النفسية التي تعالي منها في الصواح من الناحية السايكولوجية داخلياً وعربياً وأقليمياً ودولياً هذه الهزيمة النفسية أنا أعتقد هي أكثر بكثير من الهزيمة النفسية للمواطن العراق وقد بانت قيمة السلطة واحفاظها بكل جلائب في الانتخابات الأخيرة وفي المظاهرات المستدامة وفي القرار الدولية المتخدة والتأيران ومسا الميليشيات كل هذه المؤشرات تعطي الانكراج أو تعطي الأمل بالفرض القريب القادم بإذن الله وشكراً شكراً لدكتور عبد السلام الطائع أستاذ علم الاجتماع كان معنا من العاصمة الفلندية هلسنكية شكراً جزيلاً دكتور رافع الفلاحي حالة الإحباط واليأس التي تعتني المجتمع العراقي الآن هي نتيجة طبيعية ومتوقعة لتردي وانحطاط الأوضاع العامة في العراق وخاصة السياسية وهي ليست حرب نفسية مبرمجة كما يشع القضية ربما فيها تحميل للأمور أكثر من حقيقتها هناك وضع متردي في العراق والناس في حالة يأس أو إحباط أو يعني عدم تفاعل بالمستقبل ليس بالضرورة حرباً نفسية مبرمجة ومخططاً لها لا بالتأكيد حرب مبرمجة ومخطط لها نعم بدليل نعم سأعطي أمثلة تحدثت قبل قليل ربما تحدث الدكتور عبد الحميد وضيفك من هلسينكيا أيضاً دكتور الطاية أيضاً نتحدث عن نماذج موجودة والآن واقعية في الحياة لكن في عملية سياسية هذه مخرجاتها عندما يراد من الشعب أن لا بديل إلا هذه العملية السياسية لا بديل عن هذه العملية السياسية وكل مخرجاتها فساد وخراب وطائفية وضياع لكل لكل شيء يمتلك العراق طوال 16 سنة الآن مضغط هذه مخرجاتها العملية الانتخابية جرت عمليات انتخابية مسمة بالانتخابات عام 2005 و2010 و2014 و2018 أربع عمليات أربع عمليات جرت هذه العمليات بنفس الطريقة بنفس بنفس قضية التزوير وبقضية الادعاء وبقضية الكذب على الناس أربع مرات ويراد من الشعب أن يقتنع بهذه العملية خارجيا وداخليا وحتى فتاوى داخلية من مراجع دينية وتحدث دكتور عبد الحميد عن قوى الدينية وأئمة وخطباء ومراجع دينية كيف يسمون في هذه القضية عندما تصدر فتاوى إلى الشعب بالقبول بهذه الانتخابات بالمشاركة بهذه الانتخابات وهي تكرر نفس الطريقة للضحك على الشعب وخداع الشعب والمجيء بقوى نفسها إعادة تدوير هذه القوى إعادة تدوير هذه النفايات لكي تفسد أكثر لكي تنهب أكثر لكي تشيع الطائفية أكثر لكي تخرب البلد أكثر ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن هناك مخطط للقبول بالهزيمة هذا الشعب يجب أن يقبل بهذه الهزيمة يقبل بهذا الوضع القبول بهذا الوضع الرضا بهذا الوضع هو قبول بالهزيمة هو استمرار الهزيمة هذا ما تسعى له ما تسعى له كل العملية السياسية وكل القوى السياسية وكل القوى الدينية ما تسمى الدينية والمراجع التي تدعمها لأنه هذه تعرف أن هذه القوى بالانتخابات خلال 14 سنة يعني أن تقبل بالخسارة نعم لكن أن تتكرر الخسارة بنفس الأخطاء هذه كارثة المفارقة دكتور أن الخطاب الديني ليس مكتفياً بدعم هذه الطبقة السياسية بل مخوناً ومتهماً ومخوفاً من الأصوات التي تعترض أنها طابور خامس وأنها قادمة من خارج الحدود حتى الذين يعترضون هذا ما نتحدث عنه لذلك أنا أقول هناك قوى تعمل قوى سياسية ودينية داخلية وخارجية قوى سياسية وقوى عسكرية تعمل على أن يقبل الشعب العراقي بهذه الأزيمة عندما يقبل المواطن بأن لا تقدم له خدمات وهذه الحياة الطبيعية يجب أن يعتبرها طبيعية وينتظر عندما يقبل بهذا الفساد كله وعندما تعرض عليه حتى من المشاركين بالعملية السياسية يخرجون على شاشات الفضائيات يتحدثون عن رقام فلكية بالسرقات يتحدثون عن مليارات غريبة عجيبة يتحدثون أن يصل الرقم إلى أكثر من 800 مليار يتحدثون عن كهرباء صرفوا عليها 80 مليار والكهرباء غير حاضرة يتحدثون عن مستشفيات وهمية يتحدثون عن مشاريع أكثر من 600 مشروع وهمية يتحدثون عن أحزاب أثر هم يتحدثون بهذه الطريقة يتحدثون عن مرتبات خيالية هذا كل يسمع الشعب ويجب عليه أن يقبل به وهناك فتاوى هناك مرجعيات وهناك قوى سياسية خارجية وداخلية تقول له اقبل بهذا الوضع لأن هذا وضع ديمقراطي وهذه القوى ديمقراطية وحرة وتبني البلد والبعض منهم يقف ويقول يعني مثلا يراد أن الشعب يقتنع عندما تتردد كلمة هيات من الذلة في وسط كله ذلة عندما يفقد التعليم تفقد الصحة تفقد الخدمات الطائفية في أعلى مراحلها البطالة في أعلى مراحلها الفقر في أعلى مراحلها وهناك من يهتف هيات من الذلة طيب إذن الذلة غير موجودة يريدون أن يقولوا أن الذلة غير موجودة لأنهم يقفون ضد الذلة إذن هذا ما يعيشه الشعب هذه الأزيمة يجب أن تكون حالة دائمة عندما يتحدث مسؤول في التلفزيون يقول يعني في الشاشات يخرج أمام الشعب ويقول أنه علينا أن نستمر في مسيرة هذه الازدهار والتقدم أي مسيرة الازدهار والتقدم وعلى الشعب أن يقتنع والسفارات الأجنبية تصفق له وتقبل بهذا الكلام وداخل يقبل بهذا الكلام والمراجع لا ترفض هذا الكلام ولا تصدف فتاوى تحرم هذا الكلام إذن وهو يقوله في وضع من أسوأ الأوضاع اللي يعيشها العراق ويعيش أي بلد بهذا الثراء وهذا الفقر يقف يعني المواطن العراقي يقف على أغنى قطعة أرض في الدنيا لكنه يعيش أسوأ حياة فبالتالي أنت مطلوب منك كمواطن أن تقبل بحالة الهزيمة والانكسار وهذه المشكلة كبيرة إذا هذه الحرب الشعواء الكبيرة التي يشترك فيها الداخل والخارج السياسي والإعلامي والتربوي وأيضا الديني عمرها اليوم أكثر من 16 سنة هل تعتقد لا زال بارقة أمل بصيص أمل في أن المجتمع ينفض عننا غبار وتداعيات وآثار هذه الحرب النفسية مستعيدا وعيه وتوازنه وعدم إعطاء عقله وأذنيه لهذه الحرب ولأصحابها الداخل والخارج بالتأكيد بالتأكيد هذا ما يعني أنت أنت تراهن لا يخسر من يراهن على الشعب لا يخسر في الدنيا كلها المراهنة على الشعب ليست فيها خسارة مهما طال الزمن الشعب يعني الشعب العراقي مر بهذه المراحل جزء من عنده ربما خدع جزء من عنده ربما استسلم لهذا الانكسار وهذه الأزيمة جزء منه غير مبالي جزء منه ربما هذا ليس لنا حديث عنه من تماهى مع هذه القضية واستفاد من عندها وهؤلاء هؤلاء نسبتهم قليلة لا يشكلون ربما خمسة بالمئة من الشعب العراقي وأقل ربما النسبة أما النسبة العالية الجدد هي من تضررت فبالتالي بعد 16 سنة عندما يضع المواطن والآن بدأ يضع وهذا وعيه يرتفع منسوب وعيه تعتبر دكتور أو تعتقد أن مثلا هذه المقاطعة الشعبية التي جرت التظاهرات المستمرة من تجليات نعم هذا جزء منه عدم قبول هذه القضية هذا جزء منه أنت في الانتخابات الرابعة وجدت أن أكثر من 80% قاطعوا الانتخابات هذا جزء منه من الرد الشعبي لكن هل يتوقف عند مقاطعة الانتخابات وكفى ويعني خلص وأروح أقعد ببيتي وأنتظر ماذا ستفعل لا القضية أكبر من هذا هناك نار تحت الرماد هذا الشعب لا يمكن أن يقبل بهذه القضية استمرار هذه الهزيمة لأن هذه الهزيمة لا على اعتبار أن الطرف الآخر غير مسلم وغير جالس وفي مثل يتلون في كل مرة يبتدى أدوات جديدة في المجابهة اخترع أدوات كثيرة وجرب الشعب العراق خلاص 16 سنة صنوف كثيرة من هذه الأساليب لكن وين وصلت الحالة وصلت إلى أنه لم يكسب شيئا فبالتالي هو صفر اليدين هنا هنا القياس الشعب العراقي الآن بدأ يعي طوال هذه التجارب طوال هذه السنوات من كل سنة تعلم كثير من التجارب طلع بتظاهرات وناده وكيف أجابوا عليه كيف واجهوا رفض واعتصام كيف أجابه قالوا أن هذه الشيعة غير السنة والسنة غير الشيعة والأكراد غير العرب وبالتالي واجهوا الكل بالحديد والنار وبهذه الطريقة وبالميليشيات وبالتالي المواطن لا يدافع عن شيء غير موجود هو يدافع عن حياته أولا الدفاع عن حياته ويدافع عن حاضره ومستقبله ومستقبل عياله الآن عندما يطالب المواطن سيصل إلى حاله لن يطالب بالخدمات لن يطالب بتبليط شارع وإنشاء مدرسة ثمت مؤشرات على هذه القضية الآن كثيرة الآن بدأ ما يطالب بهذه القضية بدأ يرتفع سقف مطالباته عندما يرتفع سقف المطالبات هنا تكمن يكمن ارتفاع وعي المواطن وعدم قبوله بالهزيمة لن يقبل بهذه الهزيمة لأنه ارتفع سقف المواجهة وهم يريدون الحقيقة هم يريدون أن يبقى سقفه منقفضا ويطالب بهذه الحفرة تردم وهذا الماء يجيبوه وهذه القضية قضية يعني مفيدة له نعم دكتور عبد الحميد هل الوعي المجتمعي الإدراك الشعبي كافي لمجابهة ومواجهة هذه الحرب النفسية الكبيرة التي تشن على المجتمع والمتورط بها أطراف عديدة ومنهم أيضا الخطاب الديني متورط وأنت ذكرت في الحرب النفسية حرب التييس حرب التثبيت أيضا أم أنه هناك يعني أدوار لآخرين حتى النخب تورطت في هذه القضية إذن فقط الوعي الشعبي أم يجب أن تكون هناك أدوات مساندة ومعضدة للمجتمع ليجابه يتصدى لهذه الحرب لا بالتأكيد في الحرب كل سلاح يجب أن يواجه بذات السلاح أو بنفس المكافئ له فالاحتلال العسكري يواجه واجهة المقاومة عسكريا هنا هذا الخطاب الخطاب التيئيسي والتثقيف المثبت وغيره يجب أن يواجه بتثقيف لزيادة وعي المواطن العراقي وتوجيهه نحو الطريق الصحيح لذا رأينا أنه من جزء من هذه الحرب التي مارسها الاحتلال وأدوات الاحتلال أنه منذ الأيام الأولى مارسوا مثلا حربا على هيئة علماء المسلمين لسبب أنها لم تنسق وراء ذلك الخطاب الطائفي ولم تقبل بالمشروع المشروع الاحتلال ومشروعه السياسي حربت الهيئة في مقرها العام في أشخاصها في أعضائها طورد الأمين العام وحكم على العديد من أعضاء الهيئة أغلقت صحيفة البصائر وأغلقت جميع كادرها رغم أنه في بلدي الدعيئة الديمقراطية نعم أغلقت كثير من الأدوات الإعلامية والوسائل والأذرع الإعلامية للهيئة ولا تزال إلى اليوم واليوم نحن نعيش في هذه الأيام حملة إعلامية حرب شديدة في هذه الأيام قصة لتغيير مفاهم الناس ولجعل كأنه المواطن العراقي أن يقتنع ويرى أنه لا حل إلا في الاحتلال الأمريكي فإذا مثل ما قال الدكتور ضاف قبل قليل يريدون أن المواطن يقبل بهذا الواقع حتى يستمر هذا الواقع اللي هو السياسي الموجود الآن يمارس ظلمهم ويمارس فساده ويمارس دوره في إفساد وتدمير المجتمع العراق ولكن هنا كلما نحن في حرب إذا زادت منسوب الوعي لدى المواطن العراقي بأدوات التثقيف الأخرى الصحيحة سيكون هناك إن شاء الله والأمل قادم بإذن الله ومؤشرات هذا الأمل كثيرة وفي تزايد بإذن الله شكرا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وشكرا أيضا الدكتور عبد السلام الطاي أستاذ علم الاجتماع كان معنا من العاصمة الفنلندية هلسنكي عبر الهاتف في هذه الحلقة التي بحثت في الحرب النفسية التي يتعرض لها المجتمع العراقي نتوقف قليلا ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي لنستمع منها إلى خلاصة النقاش نشاهدين قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت دكتور مع الأوضاع العامة المتردية في العراق وهي محبطة هناك حرب نفسية أيضا شعوات تشن على المجتمع لعملية تيئيسة وتخويفة هناك الحقيقة حالة قنوط وحالة أيضا عدم تفاعل لا بالحاضر ولا بالمستقبل هل تعتقد أن المجتمع إذا هاتين الحربين المشن عليه من الممكن أن ينهض من الممكن أن يستعيد توازنه؟ أستاذ ماجد بشكل سريع يعني دعني قبل هذا حتى نصل إلى الإجابة هذه بشكل سريع بقلاصة عندما تحدث الدكتور عبد الحميد عن القوى المناهضة للاحتلال القوى المناهضة للعملية السياسية وجاء بمثال يعني هيئة علماء المسلمين هيئة علماء المسلمين نعم عندما بعد 16 سنة تجتر نفس الأسباب نفس الكذبات تعاد لحد الآن أن هيئة علماء المسلمين السبب في ما صار إليه العراق أهل السنة ما صار إليه إلا حالهم بسبب أن هيئة علماء المسلمين قد أفتت بعدم دخول للانتخابات قد أفتت بعدم الدخول إلى الجيش والشرطة وكلها كذبات هيئة علماء المسلمين ردت عليها مئات المرات وما زالت ترد بأنها كذب هذا الدعاء باطل لم يحصل هذا لم تصدر مثل هذه الفتاوى لكن هناك قوى تجسر هذه القضية لكي تقنع الناس بأن الهزيمة قد وقعت وعليكم القبول بها وأسبابها أخرى وأطراف أخرى هي السبب وهذه الأطراف هي التي تدعو الشعب للنهوض للتفكير بشكل واعي للتفكير بهذه المشكلة للتفكير بالهزيمة للخروج من طوق الهزيمة إلى إلى أفق الانتصار هذا يعني أن هناك هزيمة نفسية عند الطرف الآخر وليس عند المجتمع نعم هذه هي الحقيقة لذلك أتحدث الآن عن الشعب الشعب وعاه هذه القضية الآن هذا الشعب لن يصدق هذه الكذبات لن يصدق هذه اللعبة عندما يشاهد أن النسب هي نفسها مهما فعلت مهما 80% من الشعب العراقي لا يشارك بالانتخابات والنسب هي هي يشارك كل الشعب والنسب كما هي إذن هذه كلها كدع وكلها لعبة هذا جزء من زيادة وعي الشعب في فهم هذه اللعبة في فهم هذه القضية في فهم فلسفة أو ثقافة الهزيمة التي يراد لها أن تسكن الشعب العراقي تسكن نفسيته وعقليته وبالتالي المراهنة على الشعب العراقي في التخلص من هذا الطوق لأن هذا الطوق يستهدف حياته كفرد وكأسرة وكمجتمع وكوطن ويبدو أن الجولة الأولى في الحرب النفسية المشنة من المجتمع من الشعب على السلطة يبدو ربحاء الشعب إن شاء الله وسيربح كل الجولات شكرا جزيلا دكتور إن شاء نتقي في الأسبوع القادم